موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير الحياة النهاردة حبدأ هذه الحلقة بخبر حزين جداً جداً على كل الأهلوية وكل اللي يعرف اسم الحج تيسير الهوالي النهاردة النادي الأهلي بيودع واحد من أخلص رجال النادي الأهلي ومن أكثرهم حباً للنادي الأهلي واحد كان له أياد بيضاء وكان له مواقف عظيمة كان دائماً لا يسعى إلا لشيء واحد فقط هو اسم النادي الأهلي وحب النادي الأهلي عمره ما كان بيحاول أن يظهر عمره ما كان بيقول أنا عملت عمره ما كان بيقول أنا هعمل للنادي الأهلي ولكن الحج تيسير الهوالي ده كان واحد من رجال الأهلي الكبارة الحكماء واحد من عشاق النادي الأهلي اللي حبه النادي الأهلي بجد بجد واحد من أعضاء لجنة الحكماء اللي بتضم أخلص رموز النادي الأهلي واحد كان له مواقف عظيمة ممكن أعود أحكي عنها أنا وأنا شخصياً حضرت واحدة من هذه المواقف مواقف كتيرة جداً ما يكفنيش فيهم 10-15 حلقة أن أنا أتكلم عنه على مدار سنين طويلة جداً جداً فوق الخمسين سنة الحج تيسير الهواري روحه كانت جوا النادي الأهلي نهاردة النادي الأهلي نعى حج تيسير الهواري خلال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الحج تيسير الهواري عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء الذي وافته المنية اليوم دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان حاجة يسيل النهاردة توفى وهو قاعد بيقرأ في المصحف يعني أن هذا الرجل أنا شخصياً بحبه حب كبير جداً جداً كنت كل ما بشوفه يقول لي إسلام خلي بالك أنت بتقول كذا 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 خليك قولها كذا 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 وإنت بتتكلم أنا بحس أن أنت بتتعصب ما تتعصبش تكلم أنت بتتكلم عن النادي الأهلي والله كان يقول لي هذا الكلام كل ما يشوفني يقول لي الأخطاء اللي أنا بعملها بينتقدني وبإسلوبه يقول لي القناة محتاجة كذا احنا محتاجين منكم كذا الفترة اللي جاية محتاجين توقفوا معنا في كذا محتاجين النادي الأهلي محتاج كذا أقول له طب أنا هقول أن أنت قلت كذا أقول لي أوعى أوعى تجيب اسمي فالبقاء لله لهذا الرجل العظيم لهذا الرجل اللي كان روحه زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي الحاجة تيسيري الهواري هيظل دائما رمز من رموز النادي الأهلي لأشياء كثيرة جدا جدا يمكن حضراتكم ما تعرفوش 90% أو 95% منها ولكن أنا على الأقل أعرف جزء كبير منها مش أنا الواحدي يمكن المهندس عادلي قبل يقل لحضراتكم بعض الأمور الخاصة في الحاجة تيسيري الهواري كل قناة كل قناة النادي الأهلي خلال من أول الترند لغاية دلوقتي من ساعة ما وافت وافته المنية الحاجة تيسيري الهواري وإحنا بنتكلم عن هذا الرجل العظيم الحال لأن كل واحد فينا له مواقف كثيرة جدا رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان اشتركوا في القناة